مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين اليوم قبت لكم وصفة يمنية بحت اللي هي العقدة اليمنية وخبز الملوح كمان اليمني طريقة جدا سهلة ولذيدة وكل على طريقتي وشوفوا صدقوني بتقربوا بتسوي زي المطاعم وألد كمان بتاكلوها هالي الأشياء بالمطاعم بتاكلوها بالبيت والآن أقواء شتوية وقو حلو نحن نحتاج الحرضة ونحتاج أنواع الخبز والمخبوزات يعني ميكون معانا مخبوزات جدا حلوة خلونا أول شي نعمل الخبز هنا عندي كوب ونص من الدقيقة الأبيض تقدروا تخلطوا دقيق بور ودقيق أبيض بس أني أفضلكم الدقيقة الأبيض عندي ربع ملعقة صغيرة من السكر ونص ملعقة صغيرة من الملح طبعا السكر يعطي إحمرار حلو للخبز ويعطي يعني كيف أقولكم اعتدال بين الملح والسكر تقدروا تستغنوا عنه بس أضوفوا وأضيف الماء بالتدريج عقينة طرية بس يعني ما تخلوهش كثير تتلصق باليد زي عقينة الخبز تكون متماسكة يعني قزة طرية بس من نفس الوقت العقينة متماسكة ما تكونش تلتسق باليد هذه هي عقينة الخبز خبز الطاوة هذه يعني قوام العقينة مزل الفطاير الفطاير تكون تتلصق باليد العقينة تكون كتير طرية خاص وقلسوا كل ما أقنتوها كل ما طلعت معكم خبز الملوح طلع معكم حلو هو يحتاج عقل خاص بعد ما أقنتك كده ألماء وحط لي كده مسح زيت طبعا العقينة ما في بز زيت بس مسح زيت كده عشان أخليه يترتاح براحته كل ما ارتاحت كل ما طلعت معكم أحلى وأحلى وكل ما انفردت أحسن وأحسن خاص غطيته كده بنايلون وخلته ترتاح الآن ما نسوي العقدة نحن محتاجين لصدر دقاج أو إذا كان معكم دقاج من قبل أني ما عنديش كان دقاج من قبل يعني جاهز فأني محتاجة أني أسلق صدر دقاجة وشوفوا أغلية لما نطلع الرام كمان أخذ منه طبعا الصدر ما نطلعش رام كتير حطت بوهارات صحيحة قرفة وقرنفل وهيل وفلفل أسود وهنا حطت مكعب مرقة دقاج ممكن استغنوا عنا تعملوا بوهارات السبعة بس أنا أحب مرقة دقاج لأنه خلاص بسلقة يعني الصدور اللي هتنسلك 15 دقيقة بعد 15 دقيقة طلعته وبديت كده أبرشت الدقاج بالشكل صغير صغير شوفوا النفس موضح لكم بالفيديو وممكن تقطعوا مكعبات بس العقدة هكده يكون الدقاج حقي وهنا عندي شوفوا قزر وكوسة وبطاطس كله بقطعه بشكل أصابع صغيرة حاولوا أنكم تقطعوها كده باليد عشان تطلع يعني لما تقود تعملوها أو تطبخوها تطلع فيه القزر موجود يعني فيه يعني تاكلوا القزر تاكلوا الكوسة لا تحاولوش تبشروها لأنه صراحة بيكون كله كأنه ممشور كأنكم تاكلوا صلطة فأنتم لأ عملوه نفس كده يكون يعني باين شوي يزحق المطاعم يقطعوها باليد فإن شاء الله تكون فهمتوا قصدي لا تبشروش الخضار انت بو تبشروها نفس كده هنا عندي الحرضة صخنتي على نار هادئة عشان ما تتشرخش وحطت عليها كمية من الزيت وبديت أنزل بالبصل طبعا بصل مقطع شرايح وحاول إيش أخليه كده بس يدبل ويتتحمر بس أطرافه وأبدأ نزل بالبطاطس كله على نار الآن أرفع النار كله الآن تشويح العقدة محتاجة تشويح محتاجة نار الآن أني رافع النار كله على نار عالية الآن أخلي البطاطس تمام تتغلف بالزيت وكأني أقليها أول ما تكده حس البطاطس تمام كده تماسكت وتتغلفت تمام بالزيت بنزل بالقزر والقزر لازم كمان تشوحوه كله تشويح شوفوا العقدة تحتاج تشويح على نار عالية وانتم شوفوا ايش الروايح اللي تطلع جدا حلوة افضل منكم تقلوها شوفوا هده الطريقة اني قربت القلاية اني قلي كل الخضار وقربت هده الطريقة هده احلى طبعا انتم قربوها بعد ما حسيت انه القزر كمان انقلة تمام حطيت الكوسة وبدأ كده اقلبه وكله تشويح قلتلكم على نار عالية يعني هو ما يحتاج شو وقت كله يحتاج كله على بس سواء البطاطس والقزر ولانه مقطع رفيع كله ينطبخ بسرعة والان شوفوا اللي باقي كده تلسوع شوفوا تحت القدر هذا الحقر بضيف له شوية من مرقة الدقاج اللي صلقت فيها الصدور وببدأ احركه عشان ااخد كل النكهات يعني التحمير اللي باللقاع حق الحقر كله ااخده تمام واغطيه كده حق خمس دقايق بس عشان نستوي البطاطا والقزر اتأكد انه استوي تماما بس حاجة بسيطة ان اضفت مرقة الان ببدأ احط صلصة الطماطم واشوحه كمان مع الخضار تشويح النار عالية اللي انا اقول لكم النار كمان عالية واشوحه كده تطلع الريحة كمان اقول لكم ايش ياريت اوصل لكم الريحة يعني روعة زي حق المطاعم وخصوصي قدر الحقر يطلع الاكل ما فيش احسن منه وهنا حطيت كمان طماطم مرات احط طماطم مقطعات شرائح بس اني احب اطحن الطماطم افرومة ومرات ما احطش طماطم ابدا خاص اكتفي بالسلصة واصحاب المطاعم يعملون محروقات ما يضوفوش لا طماط ولا صلصة بس محروقات وهنا اضفت في الفرومي واضفت شرائح الدقاغ المبرشته او الدقاغ يعني وابدأت اقلبها واضف شوية من مرقة الدقاغ بس عشان النكهات تتقانس حاجة بسيطة يعني تقريبا على ملعقتين ملعقتين اضيف اني ماشتياش تكون زل خصار او يعني تكون لأ يعني اشتيها تكون شوية رطبة عشان لما تاكلوها من الخبز تاكلوها يعني تكون طعام حلو ١٥ ملعقة صغيرة ونصح ملعقة صغيرة كاري لكن بعقدة اللحم ما اضيفش كاري عمل نفس الشي لكن ما اضيفش كاري اضيف فقط بحارات السبع وفلفل اسود فقط هنا شوفو نسdriverت ورجعت ضفته انتم ضفوا الثوم مع البصل لما تضيف البصل بس عادل ت觉得 احصل باحسان البيوت يعني ورجعت حطته الثوم وقلبتهم كده تشويح الآن اشوح الآن ضفت الافل اسود وكمان الملح تضوفوا الملح حسب انتم رغبتكم هده اكتبين انا كم ملح تضوفوا اني مقدش في بعضهم يحبوا الاكل مالح في بعضهم يحبوا الاكل يعني ملحه مش ظاهر فانتم هذي حسب الرغبة كونوا دوقوا دوقوا اول شي رشة ودوقوا بعدين ضوفوا رشة اقلسوا كده رشرشوا الملح زي ما تحبوا لما توصلوا للنكهة اللي انتم حابينه بس مش تحطوا ملعقة صغيرة بعين تقولوا الاكل مالح خلاص الان اني ادوقوا الخضار انه مستوية تمام بس ماسكا نفسه اخر شي بولع له فحمة وبحط عليها فحمة وولعه وعليها زيت وخلاص غطوه كده خمس دقائق وخلاص ايش اقول لكم احلى عقدة بتاكلوها كده جوسي وطرية مش ناشفة كده تحسوني اما انا بالحنقرة احنا بلا جدا حلوة حتى الاطفال بياكلوني هنا تعالون نروح للخبز واحد خبز ملوح يا قلبي قد كده يعني اشارككم هنا حطيت سمنات القمرية ملعقة سمنا وملعقة زيت وخلطوهم مع بعض وهنا هذا الخبزة ما شاء الله احاول افرده قدر الامكان بشكل مستطيل مش مربع مستطيل شوفوا طبعا افردوها على دقيق لا تفردوهاش على زيت لانه برويكم طريقة نحنا نلسق كيف بالمقلة عشان لو فردتوها على زيت ما بتلسقش معاكم بالمقلة وبتفيس منكم فمن الان اقولكم افردوها على دقيق قدر الامكان مهم بشكل مستطيل انه تطلع لكم مربع يعني مستطيل مش مربع مستطيل فردت حاولت شوفوا امطة كده اسحبه من تحت احاول كمان بالنشابة تساعدني طبعا معلش مع الستاند وانكم توسعوا حاجة كده تكبروها صعبة شوية كان الستاند كتير مضايقني يعني يحصرني في الشغل عرفتو كيف لكن فردت الان بشكل مستطيل شوفوا ما شاء الله العقنة كيف مهي مرتاحة تنسحب بدون ما تتقطع يعني يعني اقدر افرد اكبر واكبر لو عندي مساحة بفرد اكتر كمان لكن خلاص اني الان شوفتها شفافة كده برقة تخف الان بادهنة بالسمنة والزيت اللي خلطوهم ادهنوها تمام بس ما تكتروش يعني ما متحطوش سمن كتير وزيت كتير لأ يعني شوفو نفس ما موضح لكم يعني في كل مكان يكون بس يعني مش دبل خاص طب طبو عليها كده بيدكم او بفرشة زي ما تحبو تمام ادهنوها المهم بكل الاماكن شوفو كيف دهنتها الان برشة دقيق طبعا كمان اقدر تتوسعوا النا واسعوا النا الان برش عليها كده دقيق رشة خفيفة مش كتير رشة بسيطة وبرش عليها كمان حبة البركة هذه الطريقة افضل طريقة تعملوا فيها خبز الملوح بطريقة يعني سهلة وبسيطة ومستحيل يعني اي حد يقربه ما تضبطش معه راحة بقولكم ياها الان بشوفو ايش بسوي بتبت الحبات البركة بحاول اني اضغط عليها وتبته بعد كده بقطعه مثل الشرايط شوفو كيف اقطع زي الشرايط يعني بسماكة اربع اصابع بسماكة قصدي بعرض اربع اصابع تمام وببدأ الفه نفس كده واسحب شوفو الف واسحب اذا انتم ملاحظين ركزو على الطريقة ابسط الحاجات ركزو عليها شوفو الف واسحب يعني اسحب العقنة لعندي عرفتو زي كيف هو موضح ان شاء الله يكون عليكم اني ما حاولش اني اسرعه بسرعة عشان تشوفو كيف والاول شي تاخدو اذا في مكان مقطوع اول شي خدوه اذا في مكان لقيتو في بقطع وكده اول حاجة هو خدوه خلوه من داخل المقطع خلوه من داخل او اذا تخزق عليكم وانتم تفردوه عادي خلوه اول شي الشرايط اللي مقطعة من داخل والسلمة من برع اخر شي عشان يقع معاكم حلو الخبز نفس كده موضح لكم ما شاء الله العقينة هادي يعني شوفو هادي القرص يجي لكم يأكلونا نفرين بقول لكم يعني شخصين حقنا الخبز الوحدة الملوحة حق اثنين يأكلونا لانه تجي كبيرة لكن يعني الاكيلين عادي كل واحد واحدة تكفي يعني لانه تجي كده من طبقات وما شاء الله عليها واحد يمكن يكفي يعني اذا كان الاكل اللذيذ حقكم باني عارفة انه اكلكم اللذيذ ومتأكدة انكم كل واحد ما شاء الله افنان من الثاني واني متأكدة كل متابعيني انه اكم طباخات وما شاء الله عليكم لانكم ما بتتابعونيش الا انتم طباخين فاني اقولكم اذا وصلتوا لا هنا لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم لازم تشوفو تعملولي لايك وتشتركوا في القناة تفعلوا قرس الاشعارات بعد كده اخليها ترتاح بعد مرتاحة طبعا خلوه ترتاح عشر دقايق خمسة عشر دقيقة بعد مرتاحة بارقع افردة طبعا اش خلاص من افردة عشان نحطه بالنار نحنا بتشوفوها طريقة جدا حلوة وسهلة اني عملت حبتين يعني عملت خبزتين ما شاء الله طبعا اني احاول اني افردة واسويها حسب حق من المخبزة حقي طبعا احنا من خبزة بالمخبزة تقدرو تعملوها بالتنور اذا عندكم تنور بس اللي ما معاهمش تنور واللي ما شغلش تنورة واني من اقاية مصر ما شغلش للان التنور واني اطالب بيستواند غاز عشان نشغل التنور لكن ان شاء الله بشغله ان شاء الله مع الشتاء الان بيدخل تمام او نحنا نعتبر دخل الشتاء بشغل التنور ان شاء الله ونعمل الاد الخبزات لكن اللي ما عندهمش تنور شوفو كيف هنا ما شاء الله فردته على المخبزة حقي على حق ما شوفو كيف الفرد يكون الان شوفو بعد ما فردته باقي بايش باقي بماء مخلوط فيبه وملح وببدأ ادهنه ادهن الطبقة اللي يعني بطبخ فيبه الجهة اللي بطبع فيبه فهمتو الان دهنتي شوفو بماء وملح وحميت الصاق وبديت احط عليها شوفو ضربت عليها واتبته بصابيعي شوفو كيف اضغط عليه عشان ميفلوتش عليها لما اقلبه اتبت اول شي بصابيعي بعدين اقلبه لازم كده اضغط على الخبز بصابيعي كده الاسسقه تمام في المقلة بعد كده او في الصاق بعد كده الان اقلبه على اوارفع النار واحمره هو اساسا لانه الصاق حامي هو بتحمر من تحت او بيكون الان قدوم حمر من تحت لكن الان ابدأ شوفو كيف ثانية او ثانيتين او ثلاث ثواني بس بس يتحمر خاص يكون جاهز ما يتعبش ولا حاجة وحده ورا واحده تقدروا تسوو وده عندكم وحده تساعدكم يكون وحده تفرد وتحطلكم بالمخبزة ووحده تطبع على النار تطبع وتحمر الخبز شوفو كيف لا تنور تقلو لغاز ولا تقلو حاجة وتقدروا تطبعوها وتدخلوها الفرن يعني اول شي بالنار تحطوها بعدين تحمروه وقهي بالفرن نفس الشي يطلع لكم تفتحوا الفرن من فوق له يعني اذا مثلا خلاص الان اني نجحت الان تقولوه هده نجحت ولا رسبت قصدي يعني خليتها تستوي من تحت خلاص استوت من تحت دخلوها شيلوها يعني خدوها وحطوها بالفرن من فوق كمان اسهل يعني تكون بس التحمير صراحة كده مثل اسوع وده يعطيكم زحق المطاعم الملوح ايش ايش لذيذ لو شفتوه تاكلو والله ما تشبعوش منو اخر حاجة بعد ما استوى خلاص يطلعه بسرعة يخرج يعني استوى يعني لما تقولو تخرجوه بالملعقة لو كان العادو لاسق يعني ما استواش من تحت خلوه يتحمر لانو اول ما يتحمر من تحت يخرج بسهولة واس والله هاده قلد خبز ملوح وقلد عقدة بتاكلوها هاده كان الفيديو بالعافية ليولوكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوه في القناة وتفعلوا قرس الاشعارات ولايكو كومنس حلو منكم وشاركو الفيديو مع اصحاب الحافة واللي ما يعرفش اش الحافة يعني الحارة يعني انتم شاركوه كمان مع اصحاب الحارة كامل يعني كل اهل الحارة يشاركوه اشتركوا في القناة